موسيقى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابنائي وبناتي الاعزاء تلميذ وتلميذات الصف الثالث الابتدائي اهلا بكم في فيديو جديد نهاردة ان شاء الله سوف نستكمل واياكم باقي الدروس من الوحدة السابعة من كتابنا الجميل الكنكت للترم التاني للصف الثالث الابتدائي زي ما احنا شايفين مع بعض كتابنا اهو اسمه طبعا هناخد الوحدة السابعة اللي احنا عارفين عنوانها اكيد كلكم فاكرينه اللي احنا بدأناه في الفيديو السابق بعنوان where are you from where are you from يعني من اين انت وتكلمنا عنها وتكلمنا عن اداة الاستفاة نهاردة ان شاء الله هنستكمل بقية الدروس وهناخد listen to زي ما احنا شايفين listen to ده الدرس التاني من الكتاب connect الجميل بتاعنا كلها جاهزين عايزكم تستعدوا كل واحد يبقى جاهز ويكرر معي كويس وبصوت عالي عشان الكلمات مهمة جدا ان احنا نعرف ان انطقها كويس اوكي are you ready let's go اول ما هنشوف مع بعض النهاردة هنشوف مع بعض كده اول تمارين هناخد الاول مفردات كلمات الاول زي ما احنا شايفين اهو listen to الدرس التاني اول تمارين معانا listen and repeat طبعا كلنا عارفين الجملة الجميلة دي الشهيرة اللي احنا بدأناها من سنة اولة ابتدائي من primary one do you remember okay i think you remember listen and repeat خلي بالكم من الكلمات دي يعني هنسمع ونردد اوكي عندينا مجموعة كلمات اهي خدناها يمكن قبل كده نشوفها مع بعض يلا نكرر بصوت عالي وعايزكم كم مرة نكرر very good twice يعني مرتين very good يلا نقول مع بعض coffee 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 tea 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 fortune cookies fortune cookies fortune cookies جملة كده عبارة مكتوبة مثلا ايه good luck حظ كويس how are you كيف حالك very good boy very good girl بنلاقي كلمات مكتوب فيها بورقة كده من سنبيه fortune cookies بس كويتي الحظ يعني انت وحظك الورقة اللي مكتوبة فيها بعد كده عندنا كلمة cake تخلي بالك من حرف سي الأولاني ده نطعنا كي كيك 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 اللي هي ايه الكيك طبعا لما احب اتناول حاجة من الحاجات دي باستخدم التعبير ايه i have i have يعني انا اتناول i have واتكلمنا عن have وعن هاز قبل كده لو انتوا فاكرين لو انا احب اقول انا بتناول القهوة بقول ايه ما i have coffee very good انا اتناول الشاي هاقول ايه i have tea كرروا معايا very good لو انا بتناول بس كويتي الحظ هاقول ايه i have fortune cookies very good انا بتناول الكيك i have cake very good وقلنا معنى have بمعنى لها معنين يعني اما بمعنى يتناول يعني يأكل او يشرب او بمعنى يمتلك فاحنا في كل الحاجات اللي بتشربها وناكلها هنا يبقى i have بمعنى انا اتناول very good طب نيجي للكلمتين دول الحلوين اللي هي خاصة بالملابس اني كرر الكلمة دي بصوت عالي trousers trousers and dress and dress and dress very good i wear i wear يعني انا ارتدي فالبنت تقول ايه i wear address والولد يقول ايه i wear trousers يعني انا ارتدي البنطلون سامع واحد بيسألني بيقول لي كلمة dress جبنا قابليها حرف a قلنا address صح؟ اما trousers هنا ما جبناش قابليها a ليه يا مستر؟ ليه؟ لان الحل بسيط جدا لان كلمة dress فستان ده مفرد وممكن الجمع فالمفرد بنحطي قابليه a فستان واحد لكن كلمة trousers بالرغم انها بانطلون واحد لكنها تعامل معاملة الجامع يعني ما نحطش قابليها لا a ولا an فبنقول ايه i wear trousers وحد يفكرني بكلمات لا تجمع يعني مثلا هي في صيغة الجامع اللي هي زي كلمة glasses بنقول ايه i wear glasses يعني انا ارتدي ايه نظارة وبرضو وبرضو i wear shoes كل الكلمات اللي تعامل معاملة الجامع ومنها كلمة ايه trousers يجب كي؟ يلا نعيد الكلمات كلها مع بعض بصوت عالي good? let's go co coffee tea fortune cookies address address trousers cake very good well done very good thank you so much you are very good boys and very good girls good luck اوكي يلا بنا نروح لبعد كده للتمارين اللي بعديه او الفقرة اللي بعديها نشوفها بتقول ايه very good هنا بيطلب مني بيقول لي ايه حد فاكر الجملة دي او الكلمة دي listen listen يعني استمع very good read وقرأ and trace خلي بالك من كلمة trace يعني استمع وقرأ وتتبع يعني عندي كلمات معمولة بالنقط انا المطلوب مني امشي عليها بايه بألم الرصاص اوكي يترى تعالوا نسمع الاول وبعد كده ايه نشوف ايه كلمات دي هاني وسه ايه هانا they drink Chinese these and eat fortune cookies from China they are very happy very good بحاني وهنا رحوا فين رحوا لمنزل أصحابهم الصينيين لما اصدقاء صينيين بحاني و هانا و هانا فين رحلوا منزل من رحلوا منزل بشربوا الشاي الصيني and eat fortune cookies و بيعكلوا كمان بس كوي تلحظ from china من الصين they are very happy very good و هما اي مبسوطين كدا يلا عايزكم كدا نكرر ورايا هاني and hannah are at luwei and zang min's house again they drink chinese tea and eat fortune cookies from china they are very happy very good و هما مبسوطين جدا و عندينا مجموعة كلمات house منزل chinese صيني fortune cookies بس كوي تلحظ china الصين و خلي بالكم لما نكتب كلمة chinese نبدأها بكابيتال سي وايضا كلمة china نبدأها بكابيتال سي زي ما تكلمنا في الفيديو الاولاني اني اسماء البلدان والجنسيات لازم نبدأها بايه كابيتال لتر very good well done thank you so much let's go to the next page bravo عليكم شطار انا خالص وعايزكم تخلي بالكم اول باول عشان نستفيد اوكي تعالوا عندينا activities طبعا انا عارفكم بتحبوا activities الانشطة والتمارين عشان نحلم مع بعض تعالوا نقرأ اول number one activity number one read and match read and match يعني ايه read and match read يعني اقرأ and match ووصل طبعا عندي مجموعة كلمات اهي number one number two number three number four وعندي four pictures عندي اربع صور اوكي يلا نشوف number one مين يقولي number one مين ارى هالي كدا very good number one cake فين كيك في الصور دي شاورو عليها very good يبان نيجي في الدائرة بتاعتها ونكتب ايه number one okay this is a cake this is cake very good number two tea اللي هو ايه تي الشاي very good فين تي very good good يبان نوصلها اهي تي this is tea good number three trousers trousers اللي هو البانطالون very good where is trousers where are trousers sorry trousers اهي يبان number three trousers تمام لما نسأل عليه نقول where are لان احنا تتكلمنا وونا يعمل معاملتي الجامعة yes number four dress where is the dress where is the dress aho dress aho number four very good well done thank you so much okay are you ready to go to activity number two هازين نروح لactivity number two okay let's go oh wow look number two look and complete يعني انظر واكمل الكلمات دي بايه بالحروف الناقصة طبعا احنا اخدنا الكلمات دي ها مين يقول لي دي ايه cookies very good cookies اللي هي البسكويت والحلويات والكعك والحاجات اللي تتعمل في البيت الجميلة دي في الاعياد cookies يطرى ايه الحرفين اللي ناقصين حد يقول لي very good oh oh cookies very good and this is cake good الحرف اللي ناقص very good a a cake 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 good and this is t very good الحرف اللي ناقص a t shay and this trousers trousers pantalon يما ناقص حرف o s very good trousers and this is a dress 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 very good e well done very good and this is the house house how oh very good well done and this is coffee coffee c o double f e e very good and this boy is chinese الولد ده صيني اهو مسك العلم بتاع الصين chinese وايه الحروف اللي ناقصة i e chinese very good نراهم كده مع بعض يلا بصوت عالي cookies 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 cake tea trousers dress house كافي كينيز جيدا شكرا أحسنتم أهم حاجة اللي أنا بطلوب منكم تكرروا تستمعوا تستمعوا جيدا نحن نذهب إلى تمرين نمبر ثلاثة تمرين نمبر ثلاثة يترى إيه المطلوب in activity number three look at the pictures هنبص على إيه على الصور and unscramble وأعد ترتيب الحروف the letters بأنظر إلى الصور وأعد ترتيب إيه الحروف همين يقول لدي إيه very good أنا سمعكم بتقولوا cake وهتبدأ بحرف طبعا C يلا نكتبها مع بعض يلا سمعين C A K E well done very good thank you and this is a dress dress D R E S S well done thank you so much and let's go to this picture T T T T E A well done thank you لسه السؤال ده بائي فيه مخلص فيه يلا نروح نخلص إيه السؤال ده good أو بعض اللي عندنا Trousers Trousers مع بعض T R O U S E R S Very good عايزكم تحفظوا كلمات دي كل كلمة بناخدها حاولوا تحفظوها عشان كل ما تكونوا كلمات كتيرة تعرفوا تتكلموا انجليزي كويس وتتعلموا انجليزي كويس okay okay now let's go to ها من نقول لدي ايه cookies كعك cookies هنبدأ بحرف السي ها C O O K A I E S well done thank you so much now let's go to this one this is coffee coffee C O F F E E very good okay let's go to the next activity يلا رح للتامرين اللي بعدين شوف إيه البطلوب yes number four look and tick the correct sentence يعني هنبص على الصورة زي ما تعلمنا قبل كده الصورة قدامها جملتين جملة منهم هي صحيحة okay okay look at this girl اها بص على البنت دي she's drinking هي بتشرب مش كده طيب الجملتين بيقولوا ايه she همين يقول الشي معناها ايه bravo عليكم الشي معناها هي وما اللي هو معناها ايه هي bravo ما ننساش الضماير دي الضماير دي خدناها قبل كده she نقول have ولا has ها خدناها اللي في سنة تانية من ناسي او افكارك she he 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 it اسم مفرد بياخده has اما بقيت الضماير بتاخد ايه have very good طيب الجملتين بيقولوا ايه she has cookies number two she has a cup of tea ها يترى ايه الجملة اللي تعبر عن الصورة bravo number two ليا بتقول ايه she has a cup of tea good اوكي have a look at this boy يلا نبص على الولد ده he wears black trousers number two he wears a red dress اه طبعا درس فستان مش معقول الولد هاي البس فستان but he wears black trousers بيناقول لالجملة دي معناها ايه يعني هو بيرتدي بانطلون ها لونه ايه black اسوا يبقى الجملة الاولى هي الصحيحة very good يلا روح number five نكمل التمرين بتاع number five yes look at the pictures انظر الى الصور دي and complete with واكمل بكلمة من الكلمات اللي بنغودة في المستطيل ده ايه هما الكلمتين من يقرأ للكلمة دي cookies very good cookies اللي هي الحلوة والكعك tea شاي واضحين طبعا الكلمتين دول السهلين ها مين يقرأ معايا he has a cup of tea well done نكتب تي اها طيب she has fortune ها fortune ايه good fortune cookies fortune cookies اللي هو بس كويتي ال ايه الحظ يلا نكمل مع معا let's go bravo عليكم يا اولاد شطار bravo bravo بصراحة شطار وقدعان يلا بنا نكمل مع معا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اوكي number six choose the correct word اختار الكلمة الصحيحة من بين الاقواس وزي ما علمتكم قبل كده ما نختارش لما نقرأ الجملة للاخر لغاية النقطة اوكي لغاية ايه full stop لغاية النقطة number one they a بعدين عندي ثلاثة افعال اهم t t اللي هو ايه شاي اكب عرفت ان كلمة t شاي طيب هنقول eat drink read اه انا اعرف انه ريد يقرأ مش معقول هيقرأ شاي طيب eat يأكل مش معقول هيأكل شاي امال ايه وdrink بمعنى ايه يشرب نحط تحتية خطأ but they drink tea هم يشربوا الشاي اوكي let's go to number two سارة عندي plays eats drinks fortune cookies يا ترى بس كوية الحظ اذا بنعمل له ايه bravo عليكم eats يأكل سارة بتأكل ايه بس كوية الحظ very good okay let's go to number three the fortune cookies are from بس كوية الحظ ده كانوا جايبين من فين china chinese egyptian لأده انا عايز اسم بلد egyptian يعني مصري chinese يعني صيني اما كلمة china اللي هي الصين بس كوية الحظ ده جاي من فين from china very good from china well done okay let's go to number four ali is wearing black ايه wearing d wearing يعني يرتدي او مضارع مستمر فكرينو present continuous things لما قلنا نجيب قبلي امو از و ار وبعدين مضاف له ايه الفعل ing ali is wearing black يا طرعلي بس حاجة سودة ايه هي dress skirt trousers هو ايه اللي بيلبسوا عالي من دولة بيلبس فستان no scared جيبة no trousers pantalon yes هو الايه الاجابة الصحية very good اوكي جاهزين نروح للسؤال البعدين number seven اوكي let's go اها number seven خلي بالكم العنوان title بتاع السؤال مهم جدا لازم نعرف هو عايز ايه unscramble the following words هنعيد ترتيب الكلمات دي to make correct sentences عشان نكون جمل صحيحة تمام number one عندي كلمة has a hana cookie وبعدين full stop خلي بالكم هنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط اوكي طيب يجب انقول ايه هانا مالها هانا بس كويت لا هانا هاز بتتناول a cookie very good ونكتبك هنا مع بعض اهي هانا has a cookie وخلي بالكم نبدأ بكابتال لتر واخر الجملة في full stop ونعد الكلمات ربما كنت يصيد كلمة and one two three four five بالنقطة one two three four five very good طيب يلا فكروا في الجملة التانية كده number two where's she read a dress برافو مين وصل للحل good يجب she هي طيما بعد she بيجي فعل ايه الفعل في الجملة دي wears ترتدي ترتدي ايه هنقول فستان احمر ولا احمر فستان لأ هنجيب الصفة الاول ايه الصفة دي dress ولا red الصفة طبعا الصفة red لكن dress دي اسم يبا لازم نجيب الصفة الاول وبعدين الاسم she wears a red dress very good she wears a red dress وخلي بالك الادي تيجي قبل المفرد وقبل الصفة بتاعته كمان okay okay look at number three tea of he has a cup يبا هو بيتناول في الجان من الشاي هنقوله ايه he بصوت عالي has a cup of tea very good he has a cup of tea well done very good احسنتم جميعا ارأيكم في الاسئلة الجميلة دي حلو مش كان question mark وخدنا كمان exclamation mark عالمة التعقب فاكرين الكلام ده وخدنا الايه كوما وخدنا apostrophe طيب نشوف الجملة دي ايه المطلوب ايه اللي نعمله كابتل وايه مطلوب فيها عندي الجملة بتقول ايه they drink chinese tea خلي بالكم يا حبايبي بنراس السؤال عشان تعرفوا ايه المطلوب واحد يقولي number 8 ايه جملة دي عايز مني ايه لا انت لازم تقرأ وتتعرف على العنوان punctuate the following يعني ضع علامات الترقيم على ما يلي they drink chinese tea يا ترى ايه المفروض دي عمله هنا ها من يقولي اول حاجة برافو باول حاجة تكلمنا قلنا اول حرف في اول كلمة لازم يوبى capital يوبى تي دي لازم capital drink ما فيهاش حاجة chinese تكلمنا في الفيديو السابق وقلنا احنا الصفات سواء الجنسية او اسماء البلدان لازم تبدأ بcapital liter وبعندي c نعملها capital تي ما فيهاش حاجة والجملة دي عبارة عن جملة خبرية تنتهي بايه full stop يوبى نكتب الجملة مع بعض اهي they ادي capital T drink chinese capital C بعدين T بعدين full stop اهي اللي احنا انهينا بها الجملة يوبى كده احنا رقمنا الجملة بشكل صحيح very good اخر حاجة عندنا جميلة جدا وعيزكم تبدأوا تعملوا الكراسة بتاعتكم تجاهزوا الكراسة بتاعت الhomework او بتاعت الhand writing اللي هو الخط عشان قطينها يوبى جبيل نكتب الجملة دي مع بعض بيقول لي copy انسخ the following sentence انسخ الجملة الاي اللي موجودة معانا ايه هي الجملة دي ها i'm from egypt i am egyptian بيقول انا ايه انا من مصر انا مصري نخطي جميل كده ونعمل علامات الترقيم زي ما معمولة في الجملة يعني مكتوبة كده اهي الجملة i'm from egypt i'm egyptian وهدي الفلسطوب بتاعته هنا وفلسطوب بتاعته هنا وكابتال اي مع egyptian وكابتال اي مع egypt وبدأت الجملة بتاعته بكابتال اي وكده يقبحنا انهينا الفيديو التاني او الدرس التاني من الوحدة السابعة اللي هي عنوانها ايه where are you from وعايزكم تحفظوا الكلمات اللي موجودة فيها عشان كل الكلمات دي مهمة لقدام هنستخدمها كتير مع بعض ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحتى نلتقي وإياكم على خير ان شاء الله اتمنى لكم مذاكرة واتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته